أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصرف الأعمال اللبنانية عبدالله أبو حبيب أن بلده تثمن جهد مصر لوقف التصعيد وتهدأة الأوضاع في الجنوب اللبنانية وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجه أبو حبيب شكرا لمصر لوقوفها الدائم بجنب لبنان في ظل التطورات الراهنة والخطيرة إنني أنقل إلى مصر الشقيقة اليوم شكرا لبنان حكومة وشعبا على وقوفها الدائم إلى جانبه لا سيما في ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التي يشرها لبنان والمنطقة ويطمح لبنان إلى أن تستمر مصر في لعب دورها التاريخي في مساندته ودعمه في مختلف الظروف التي يمر بها إذ لا يمكن للبنانيين أن ينسوا الدعم الكبير الذي قدمته مصر للبنان إثر العدوان الإسرائيلي في العام 2006 وبعد انفجار مرفأ بيروت ووصولا إلى الدور التي تتطلع به في القاهرة والمساعة التي تبذلها لبنانيا وعربيا ودوليا في إطار اللجنة الخماسية والاستحقاق الرئاسي إن لبنان يقدر دعم وتضامن مصر الشقيقة معه في هذا الظروف الدقيقة ونحن نثق بأن جهودها تاريخيا تهدف إلى دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه ترجمة نانسي قنقر